إلى أي مدى حزب الله اليوم يخدم من تحت الطاولة سياسة أخذ الرهائن يلي تعتمدها أو تنتهجها إيران لا هو ما بتخدم السياسة حزب الله هو عضو أساسي بهالسياسة يعني عم نقول اليوم أن حزب الله يساعد بتحضير الملفات يساعد بجمع المعلومات ويرسلها للحرس الثوري تفصيل بهذا الموضوع الحرس الثوري بيساعد بكلها التفاصيل هو بيجيب المعلومات هو الشريك هو والحرس الثوري واحد يعني ما بس بيساعد يجيب لهم المعلومات هن بيجيبوا المعلومات سوا يعني بعد شوي الحرس الثوري يعني فيه علاقة غميقة بين الاثنين والحرس الثوري له تواصل مع الحزب الله مع بعض الخليات طبع حزب الله اللي بتقوم بأعمال حتى كيادات حزب الله ما بتعرف فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر